سلام عليكم أهلا بكم متابعي الكرام أهلا بكم خاصة خاصة تلميذ الباكالوريا حددت وزارة التربية الوطنية بدقة مقاييس بناء الأجوبة النموذجية لمواضيع امتحان شهادة الباكالوريا لأجل توحيد الرؤى وإحداث توافق بين كافة الأستاذ المصححين حول كيفية التعامل مع أوراق الإجابات الخاصة طبعا بالمترشحين لأجل منح لكل ذي حق حقه دون إجحاف إذ تم إلزامهم بعدم محاسبة المتحانين عن الأخطاء اللغوية مع تدقيق العلامات الجزئية حتى تكون في فائدة التلميذ إذن هذه أول نقطة وأمرت مصالح الوزارة الوصية المختصة رؤساء مراكز التصحيح من خلال مذكرة عمل ستنزل إلى الميدان رؤساء مراكز التصحيح من خلال الأستاذ المصححين المسخرين لهذه الدورة بضرورة التقيد التام والكامل بمجموعة من المقيس التي تم ضبطها بدقة والتي يبقى الهدف منها إذ فاء أكثر نزاهة على عملية التصحيح وذلك بغية منح لكل مترشح حقه كاملا غير منقوس ومن ثم تتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وطلبت المذكرة من المصححين عدم طالبة الممتحنين في شعب العلوم التجربية والرياضيات وتقني رياضي وتسير واقتصاد وشعبة لغات أجنبية بما يفوق ما بني معهم من تعلمات وما قدم لهم من موارد معرفية وعلمية والاكتفاء بالحد الأدنى إلى جانب عدم محاسبتهم على الأخطاء اللغوية مع تجنب محاسبتهم على تقديم أو تأخير محطات على أخرى وشددت الوزارة في نفس المذكرة على عدم محاسبة المترشح على عدم الاستشهاد بالأمثلة والأقوال إذا كانت إجابته مقبولة والاكتفاء بتقييم المحطات الرئيسية من دون الخوض في التفاصيل الجزئية على اعتبار أن المترشح مرخص له بذكر حجة أو حجتين صحيحتين كحد أدنى لتبرير المواقف بالإضافة إلى دعوتهم للاتزام بتثمين واحترام المواقف التي يتخذها المترشح ويتبنى وبخصوص كيفية تقييم ورقة الإجابة أكدت الوساية على ضرورة العمل على ضبط وتدقيق العلامات الجزئية لكل مرحلة من مراحل الإجابة حتى تكون في فائدة المترشح لكون المقالة الفلسفية على سبيل المثال إنتاجا شخصيا للممتحن تنطبع بأسلوبه الخاص وأكدت وزارة التربية الوطنية على أن عملية التصحيح تعد الضامن الحقيقي لتقييم جهد المترشحين حسب قدرتهم ومكتسباتهم المعرفية حيث تضفي المصداقية وترسي مبدأ المساواة بينهم من خلال الاجتهاد لكل ذي حق حقه كاملا غير منقوص بناء على ما تنص عليه الأحكام القانونية سارية المفعول وبالتالي نتمنى لجميع الممتحنين التوفيق والنيل شهادة البقالوريا بالتوفيق للجميع مع السلامة أعزائي الطلبة